السيدات اللي كي ديروا مثلا البطبوط ولا المخمار وكي طيبوه ونبعد شي شوية كي القوهي بس يعني اقصاح ولا مبقاش ديك التراوة وديك الخفل اللي فيه احسن نصيحة غدي نعطيها لكم ومجربة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا والف مرحبا باحلى متتبعات اليوم ان شاء الله نقول لك يا للا لك انت كديري الكاك وش متك تقيق وجاتك الجاك الخالي التقيل شنو غادي تديري وكذلك هنقول لك الى قدر الله صغوبتي الكاك وطيبتيها وجاتك مدقصة بزاف اشنو غادي باش ترجعي هاطرية وفتية اشتو اللي حيالي حازوينا غير خليكم معي وما زال في الفيديو حيالي روعة انا متأكد ما كنقوش لكم هكا باش نخليكم معي زعمة لا غدخلوا وان شاء الله غادي تيقنوا من كلامين بعد ما تشوفوا هاد الحيالي الرائعة بزاف بزاف غريبا تنسو اشخدكم بنتكم ولايكاتكم وكتمناليكم فرجا ممتع ونبدأوا على بركة الله ونقولوا بسم الله اول حاجة غادي نبدأ بها وهو غا نقول لكم هاد الصوت المزعج اللي كيديروه لنا البيبان سواء ديال الحديد سواء ديال الخشب كتحرفوا من اللي كنكونوا مثلا نعسين او لا كيجيش احد الباب اولانتية ولا عندك الضياف وكيدير واحد الصوت خصوصا لكالليل كيبقى الباب الزيت زيت كيديروه لنجي اللي نعس وكيديروه لنجي يقعلي في الدار احسن حاجة باش غادي نتفادي هاد المشكل اعطيتكم فايت لي اعطيتكم اقتراحة عديدة وكلهم مجرابين اليوم ان شاء الله سنتقسم معكم هاد تجريبا وهو الصابول البلدي تاختي واحد القطعة منه وكدهني في هاد البيزاقريات هاد هنا من هنايا ومن الجيال اخرى يعني كدوري عليهم كام من الفوق والتحت قاع البيزاقريات اللي تيكونوا عندك في الباب ايماجوش اما ثلاثة وكين ضروري كتش دي الباب بحال هكا وكتبقى تسديه وتحلي يعني الباب كتديه تجيبيه تديه تجيبيه هكا لانها به هاد الحركة هادي هاد دك الصابول البلدي كيتغلغل هنا يا كيتخلف هاد البزاقريات في هاد البلس احيث وما كيكونوا نشوفوا مذاك اللي كيكون هنا يا نكشي عليش كيديروه دك الصوت اما ملي كدخل يوم هاد المادة دهنية كيو اللي وصفي معني ما كيبقى يزلقوا الداخل ما كيديروش هاد الصوت غيكي قتليكم جروا الباب وديوه سدوه ديوه سدوه راها صفي ما غير يبقاش ان شاء الله هاد الصوت سواء هنا سواء في ديال الخشب ولا بقى لكم ها شي حاجم كيبه لكم الصابون راكي جيبي غير من ديل وما هاد كتنش في هاد البلس اكتزولي الفائد وراها ما كيبقاش ان شاء الله هاد الصوت عندكم المزعيش كانت منها هاد التجربة تعجبكم ومشيوا بيحولي الله تجربة الموالية هنا اخوتي النصيحة اللي بغيت نعطيكم وهو السيدات اللي كيديرو مثلا البطبوط ولا المخمار وكي طيبوه ونبعد شي شوية كيلقوا هي بس يعني اقصاح ولا مبقاش وديك التراوة وديك الخفل اللي فيه احسن نصيحة غدي نعطيها لكم ومجربة وغادي تعتمدوا وغادي تلاحظوا بنفسكم الفرق وكانتمنى اللي لقات الفرق انها تدعي معايا دعوات الخير هو انها من اللي تكون كتعجنو غدير جوج حاجات اما تعجنيه بالحليب اما كتضي فيه غورت طبيعي ها هو بدون اينكها كتضي فيه العجين ديالك قلناه في البطبوط ولا في المخمار مهم اي حاجة كتديريها وكتحسيها انها من بعد ما طيبتيها يبسات لك غادي تلاحظ الفرق كتب قطرية دائما لغورت طبيعي كيرتب لنا المخبوزات ديالنا نصيحة من ذهب تقولها انا مجربة مني شخصيا ولاحظ الفرق وكذلك انتم ما ان شاء الله هذي تلاحظوا الفرق نفسي وبيحولي الله لتدبير الموالية والله يجعلني ويقدرني انني اي معلوم وفيها الافادة والاستفادة لكم نوصلها لكم بجهد الواحد لاحد جريبة هنا البلد اللي بغيت نتقاسم معكم وهو كتعرفوا من اللي كان نديري شي ووصفات للشعر ديالنا سواء الوصفات يعني الطبيعية اللي كانت فيها التومة او للبصلة مهم الوصفات اللي كانت تخلي الريحة مجهدة وقوية في الشعر ديالنا واخر كنغسله بشامبوان كتبقى الريحة وسبق لي عطيتكم واحد الحيلة كتديروها مع شامبوان وهو العويدة ديال القرونفل وعطيتكم معلقة صغيرة ديال القهوة تخلطوها في الشامبوان هذه الطريقة رهزوينة وكي نزيدوا ان انا يعني انتهناوا بان ما غاديش تبقى لينا الريحة في الشعر تقبطي اما الزعتر ها هو الزعتر اما الزعتر اما الزعتر انا الزعتر ما عنديش لي هو اكلي الجبل تقبطي كتديري واحد شي شوية هادف واحد الكاثرونة فيها الماء وكتخلي بقى يغلي غلي 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 مزيان تكي تتغير اللون ديال الماء يعني كيتلق وصفت فيه وخليه احتكيد فا وكتصفيه شو واحد صفاي اللي كان عوينا ترقاخ قد تأخذي هاداك الماء الماء وهو اللي مبعد كتديري شامبوان وكتسالي سفي يعني كتنضفي شعرك كتخليه كآخر مرحلة وكتشللي بها كشعرك كتكبي على شعرك وراك يزولك ذلك الريحة ما كتبقاش فيه نهائيا كنتمنى ها تدر بيرا تعجبكم الناس هكال اللي كيديرو الوصفات بالتومة بالبصلة بالهادك الشي طبيعي نبقى في اطار الوصفات اللي كان ديرو في الشهر بغيت نعطي واحد نصيحة للسيدات اللي كيديرو الحنة يعني كيشقو شعرهم بالحنة اللي كيديروها بالعشوب ودكشي كيديرو الحنة او اللي كيديرو الصباغة رغم انني ما كنشجعش على الصباغة نهائيا لان فيها مواد كيماوية وكترجع بالترر الشعر كتهرس الزغبة كتحرق لك شعرك مهم ما فيها حتى شي منفاع الناس اللي كيبيرو يديرو الحنة كتعرفوا مني كيبقى يخلطوها ويدهنوها لشعرهم كان تجي البلاسة جيد حتا حتى جدور اللي كتكون كتبين في المقدمة دي الرأس ولا في النوادر كنتمنى أنا كوم فهمتوني يعني في المقدمة جيبها وفي النوادر هكا في الخلفة كتبين هذه الرأس أحسن طريقة أنك تأخذ الفازلين و تدهنيه في جبهتك و في النوادر في البلاسة يدير بحل عازل ما بين الجلده و الحنة و الأثار التي تجعلها الصفورية و الحمورية غير دهنيه في رأسك و نوادرك و ساعدين الحنة و شعرك بالحنة و ساعدين الحنة و ساعدين الحنة و ساعدين الحنة و ساعدين الحنة هنا نتعلم بطلب أختي اللي كانت طلبت لي طريقة تنظيف النحاس أنا هنا كنت أعتادر منك لأن أختيك لا يوجد قطعة النحاس لا يوجد كورات و لا يوجد شيء ولكن سبق لي جربتهم من الناس الذين يتوفر عندهم النحاس و سبق لي كذلك شاركت معكم طريقة تنظيف النحاس و مع الأسل والمال يسيق و خاتر في القرعة التي نرقد فيها أخبت عليكم و يعرض للنحاس لأن الناس قدومي و شاركتها معكم و فعلا مال الحنة و وعر في التنظيف النحاس لما يجعله تعدبي و تحكين من تحاجات غير كدهنيه لكي تخرجها ككيل اليوم ان شاء الله اجبت لكم تدبيره اخرى وهو تخضي قطعه من دوائر الحامض و تدري ليهم شوية من سائل الاواني و تحكي به نحاس ديالك تشدي هكا مثلا عندي قطعه نحاس و تحكي به هاد الحامض وبالسائل راه يرجع كيل معك يشقشق كما كنقوله و يبري نتمنى يا ربي هاد تدبيره تنفعكم و نقول لبيت طالب الاخت اللي طلبت مني تلميع نحاس راه يخرج كيشعل شعيلة البنات و هنا البنات حبيت اخر حاجة نقولها لكم شفاوية لان ما عنديش الكيك و حبيت كذلك نقولها لكم فسط هاد الخضورة و نخرجكم الكوزينة قولي انتي لي بغا تخرجي بالكوزينة ان شاء الله بحول الله نقول لكم هاد جوج نصائح بالنسبة الكيك اي مبتدئة اي مبتدئة اي لو كتوقع في هاد المشاكين و حتى سيدات حتى احنا اللي كنكونوا تنضيرو الكيك دائما كنت شمته بعض المرات يلكنك مثلا تنضيرو الكيك و شمتنا الدقيق و بقينا نخلطه و نخلطه و نحسوا بالقوام اللي كان هزته القوام ديال الكيك تقيل يعني شمتنا الدقيق و ازدنا كمية كثيرة اي اخت مبتدئة ما تخافي ما تخلعي ما تضيفيش لا زيت لا بعض لانك تقولك شنو ندير باش نجريها لانها تقالت كينالي كتنو تزيد بيضا كينالي كتنو تزيد الزيت كلوح شنو كتدير لكنها نقول لك حاجة واحدة غدي تزيدها وجدي ترجاعلك الكيك من 1 يحل رة ما د Pokemon من الأول وأعطيت كيكا و ترى عند مقولون انتهت مبلغين يبغل ما اكلموا فيها ولا طيق ADA هو طريق الحليب تزيد بالمعلقة ل3 تحليب و بعطى تخلطي وتوفير بالمعلقة من يلا ليتزفز بايلا معلقة اثす أخلي THAT قليلاك مثل ي dites مرباثي معلقة كبيرة طريقة مهم unserem ترجع تخفاف و لا تقوم بإضافة الماء و الزيت و البيض ستجد مزفرة بالبيض و هذا الحليب و الحليب نصيحة لا يكون خارج من تلاجة و يكون وقت درجة حرارة المطبخ نضيف مع القاة و إن شاء الله بحول الله سترجع القوام بها كيف تريدها نفسها أريد وقدر الله أنك قدرت الكيك و دخلتها الفران و خرجتها لديها مضقصة يعني ماشي خفيفة ماشي في هذا كل العيون يعني متقبة لديها مضقصة بالطحين مزيان شنو غاد ديري؟ وهي مازال سخونة يعني ما تسنيش عليها تبرد كتكبيع لها إما الحليب إما عصر البرتقال إما أي مناضة اللي كتكون ماشي بمثال نشرب الغاز الأسواد ولا لا اللي كتكون هذيك بالليمون ولا اللي كتكون بما بغيتش نذكر الأسامي مهم أراها كتكون فيهم النكهة يعني كتكون فيهم مهم ضيفة هاتشي هنا عطيتك ثلاثة الحالات إما الحليب إما عصر البرتقال إما أي مناضة كتكبي ماشي كتر الشي كتكبي نيس وهي سخونة وهادو اللي كتكبيهم كيكونوا باردين يعني مش الحليب ديري سخونة هي سخونة رغا تجن ديري الحليب بارد دير عصر البرتقال بارد والمناضة خلاص ركا تكون باردة ديريهم كبيع ليهم وخليها يعني غطيها وخليها كتشرب راه كترجع كترجع لها كترجع لها تاراوة مش الرطاوة كترجع لها تاراوة ديالها وكتولي خفيفة وكت هكا كوميم أحسن كتحه ليها كناشفة ولا ما يبغي يا كلها تشي واحد وكتضاعف يها كتت مني يا ربي هذا تدابير اللي عطيتكم اليوم وهذا الحيا اللي عطيتكم اليوم ترقكم وتعجبكم ويا ربي يا ربي يا ربي ما تنزوش غتكم ولا بنتكم اللايكاتكم اللي كتبغيكم مكتموس عليكم دائما كتطلع عليكم بالفرحة والحماس واحد الأختي قتلي يراه من اللي كان بدا الفيديو انتي كتضحكي وأنا كنتضحك كم قحتت على انا كنت تفرج في الفيديو و انا مبتسيمة و انا هاتشي اللي بغيت بغيت ربي يجعل ضحكة لا تفرقكمش دائما يجعل ربي ايامكم ديما فرحة و ديما الضحك و ديما نشاط و الهلاعتكم يقلقكم هاتشي لان الانسان اللي يبغي النفسه يبغي الغيره كما انا نبغي نعيش حياتي هكا حتى انتم ان شاء الله نبغي انكم تعيشوا حياتكم هكا سمحوا لي افزا في الى اطوت عليكم و انا الفيديو ديانا غادي سالي و مع الف سلامة